وعليك صلاة الله ثم السلام فبرام جد عاشق في كوامك الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من عظم عياد الإسلام والجمعة للجمعة كفارة لما بينهما وذيادة ثلاثة أيام وهي في حق الفقراء والمساكين لمنزلة حج بيت الله الحرام ويشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا شريك له وأن محمداً عبده لا يصطفى ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس تقو الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويراه واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد والشر الأمور محدداتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نوجه للصلاة من يوم الجماعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم وإن كنتم تعلمون فإذا قد يت الصلاة فانتشروا بالأرض وابتعوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رجل الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من اغتسل يوم الجماعة غصة الجنابة ومن راح إلى المسجد فكأنما أقرب بدناه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما أقرب بقراه ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما أقرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما أقرب دجاجه ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أقرب بيضه إذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الزكر وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رجل الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اتنبت الكبائر وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي سعيد خدري رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس توبوا إلى الله تعالى قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا وعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقام هذا في يوم هذا من عام هذا إلى يوم القيامة ومن ترك هذه حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ألا ولا ذكاة له ألا ولا صوم له ألا ولا حج له ألا ولا بر لا حتى يتوبه ومن تاب تاب الله عليه وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد من بريه يقول لينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ذم ليكونن من الغافلين وعن ابن عباس رضي الله عنهما من ترك الجمعة ثلاثا كتب عند الله منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل وعنه رضي الله عنهما من ترك ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره فعليكم بامتثال المأمورات والتناب المنهيات ولا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها متاع قليل عما قليل يفنى والآخرة خير وأبقى قال تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتذرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علم النفس ما قدمن وآخرت الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وذلنا بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه فقال تشريفا للنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسريما وروا أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا وفي رواية ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه مئة ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه ألفا ومن صلى عليه ألفا زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجدو ذلك عند الله وخيرا وعظم أجرا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورد اللهم عن صحابتي وخلفاء الراشدين الهادين المهتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنوار وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن منفق الأوال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عزمان بن عفان وعن باب مدينة العلم ليث بني غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقية لا زالت إلى العلاء راقية اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك من كان فيها لا كراحة المسلمين ودمر عداء الدين وجعل أموالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجينا من كل بلاء وربا وغلا وطاعون وذنا ووبا طاهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدنا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه ولوات اللهم أرفع عن الجهد والجوع والعرية وكشف عننا من البلاء ما لا يكشف غيرك اللهم فرج عن نمت سيدنا محمد اللهم فرج عن نمت سيدنا محمد اللهم فرج عن نمت سيدنا محمد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهي عن البحشاء والمنكر والباغي يعيظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم